الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طاه النبي الأمي الأمين العظيم العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم عليه وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وسلام الله عليهم أجمعين ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين أما بعد إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى في حضور مجلس العلم كما وأنني أذكركم بتذكير غيركم ودعوة غيركم لحضور مجلس العلم لتساهموا بنشر هذا الخير والعلم لتحصلوا من السواب والأجر أكثر وأعلى إن شاء الله تعالى ونبدأ بدرسنا متوكلين على الله سبحانه مخلصين له عز وجل الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آل بيته وصحابته ومن والاه صحيفي 214 يقول الشيخ جميل حليم الحسين حفظه الله تعالى قال الإمام الهرري رضي الله عنه من عرف الله وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم وأدى الواجبات واجتنب المحرمات هذا فاز في الآخرة في هذه الدنيا أخذ زادا عظيما نحن الجزء الأول من هذه العبارات شرحناه وهو آمن بالله ورسوله عرف الله هذا شرحناه في الدروس السلاسة السابقة أما القسم الثاني من العبارة من الكلمة أدى الواجبات واجتنب المحرمات هذا يحتاج فيه للعلم يعني الإنسان لا يستطيع أن يقول أو يزعم أنه أدى الفرائض أدى الواجبات التزم الأوامر الدينية وانتهى عن المحرمات إن كان على الجهل لا يستطيع أن يقول ذلك إن لم يتعلم أصلاً إن لم يؤدي ما فرض الله عليه من القيام بواجب التحصيل للفرض فرض العيني كيف يعرف الواجبات ليقوم بأدائها كيف يعرف المحرمات ليبتعد عنها فما لم يتعلم فما لم يتعلم لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل إن لم يتعلم يبقى جاهلاً إن بقي على جهله فإنه ربما يأتي يريد أن يصلح بزعمه يريد أن يتعبد بزعمه يريد أن يقوم بالطاعات بزعمه فيقع في الحرام ويقع في المعاصي ويقع في الكبائر ويقع في المفسدات لذلك قال العلماء من عمل انتبهوا لهذه العبارة من عمل بلا علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه هذا بسبب الجهل إذن حتى يقول أو لأجل أن يقول أديت الواجبات واجتنابت المحرمات لابد له من أن يكون حصل الفرض العيني عرف ما هي الواجبات فأداها عرف ما هي المحرمات فابتعد عنها والرسول صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم فريضة يعني لينتبه الإنسان المقصر الذي بعد لم يحصل ما فرض الله عليه من العلوم يقول أنا الآن مشغول وأنا في الدكان وفي المدرسة وفي الجامعة وفي العمل وأنا الآن في خدمة مثلا أهلي هذا كله لا يكون عزرا لك في تركي تعلم الفرض العيني أدي الفرض العيني تعلم وقم بالدراسة والعمل وخدمة الأهل لا مانع لكن لماذا تريد على حساب حصة تعلم الفرض العيني أن تضع كل الأعمال والأشغال في هذا الوقت ثم تحاول تحاول أن تتحجج بزعمك أنك مشغول سؤال ما تأكل ما تشرب ما تنام ما تشتغل بالهاتف ما تنظر في التلفزيون أحيانا من الناس من يعملون الرياضة ماشي رفع أسقال مصارعة كارتة فطبول سبيحة وما شابه ما تذهب إلى الرياضة كسدورة وشمتها وما بتظهر ليش كلها الأمور ما بتتركها وبتقول مشغول بخدمة أمي وبالمدرسة كيف تعمل تلك الأعمال وتقوم بها وتذهب إليها ولا تتحجج بأنك مشغول أما في حصة الفرض العيني تقول مشغول شو مشغول إذا كنت أنت صرت بيلغ وبعد ما تعلمت الفرض العيني فأنت هالك وإن ميت على ذلك فأنت فاسق وبعض الذين لا يتعلمون بسبب الجهل ينجرون إلى الكفر بسبب الجهل ينجرون إلى الكفر لذلك انتبهوا هذا الذي لم يتعلم الفرض العيني لا يستطيع أن يقول أديت الواجبات وليك يا أخي أنت بعدك ما أديت الفرض العيني كيف أديت الواجبات ما هذا من أعظم الواجبات إذا كان هذا الفرض أنت بعد ما حصلته كيف بدك تكون أديت الواجبات والشنابت المحرمات شفت الجهل شو بيعمل بأهله رأيتم ماذا يفعل الجهل بأهله لذلك لابد من التعلم لابد من التعلم لابد من تحصيل الفرض العيني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم قال صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة طيب هذا المقدار الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم هذا المقصود به الفرض العيني يعني علم الدين الضروري يعني علم الحال فإذا من لم يحصل هذا القدر فهو فاسق فاسق طيب إذا كنت فاسق كيف بيكون أدى الواجبات طيب إذا كنا بعدنا بالخطوة الأولى وبعده فاسق كيف بدوا يعرف شو هي الواجبات كيف بدوا يعرف كيف تؤدى الواجبات كم وكم من الناس اليوم بزعمهم يذهبون إلى الحج يعني حجة الإسلام عمرة الفرض حج الفرض بيروحوا جهال مع جهال وبيرجعوا ولم يسقط عنهم الحج ولم تسقط عنهم العمرة كيف بتقول لي كيف بيقولك مثلا إذا سعوا في المسعى الجديد إذا سعوا في المسعى الجديد إن كان للحج أو للعمرة أو لهما كثير من الناس اليوم وبالآلاف مش واحد واثنين يعني بالآلاف يسعون في المسعى الجديد الذي أنشأته بعض الهيئات والعياذ بالله تعالى بإقراري وموافقة بعض صور المشايخ أدعياء المشيخة بعض من صورهم صور مشايخ والآن ظهرت فضائحهم في الدنيا على النات والإنترنت وفي الفضائيات وفي المحاكم قد فضحهم الله تعالى وأذلهم وأخسأهم انظروا ماذا فعلوا بالناس أفسدوا عليهم حجهم انظروا ماذا فعلوا بالناس أفسدوا عليهم عمرتهم والعياذ بالله تعالى أدعياء مشيخة يسموه إمام إمام الحرم إمام المسجد النبوي إمام المسجد الحرام في مكة أو خطيب المسجد الحرام أو عضو هيئة كبار العلماء على زعمهم أو رئيس هيئة كبار العلماء أو ما يسمى رابطة العالم الإسلامي على زعمهم كل هذه الألقاب لما بيجي بيوقع على عمل فاسد يقر عملا باطلا بيبين أديه مستوي جاهل وبعيد وصغير وأفسد على الناس حجهم يمكن بعض الهيئات السياسية لم تطلع على ذلك من حيث الأحكام ولا عرفت أن هذا خارج عن حد المسعى القديم يمكن أنا لا أقول هذا جزما لكن أقول هؤلاء الذين يدعون العلم يدعون المشيخة أنهم مراجع الأمة مراجع الأمة حسبنا الله أن يعمل وكيل هؤلاء عظم ضررهم عظم ضررهم على الناس في الدين هؤلاء منهم المشبهة والمجسمة منهم أئمة التشبيه والتجسيم الذين بكل وقاحة وصفاقة على المنبر قال منهم خطيب مبرز مشهور فيهم في يوم عيد الأضحى وكنت هناك لكن ما صليت وراءه كنت هناك ماذا قال؟ اسمعوا أيها الحجاج لا تفسدوا حجكم بالسفر إلى المدينة بقصد زيارة قبر النبي والتبرك به انظروا هذا يسمونه القارئ الإمام الشيخ عبد الرحمن السديس والآن فضائحه ملأت الدنيا رأيتم؟ إذن ما تتاخدوا أنتوا بالرأب العريضة؟ ما تتاخدوا أنتوا بالبطن يلي بدوا سيبه تحت منه لا يمشي؟ ما تتاخدوا بالألقاب؟ ما تتاخدوا بالألقاب؟ والشهرة والصوت الجميل؟ ها؟ والمناصب الرنانة اليوم يلي بينشيل الواحد وبينحط بشحطة ألم من إنسان من فلين من علتين لا انظروا إلى الحق وإلى قول الحق وإلى من يقول الحق ويعمل به فمثلا اليوم هؤلاء الذين أفسدوا وخربوا أفسدوا وخربوا على الناس في دينهم في عباداتهم وأرجعوهم إلى بلادهم بلا حج ولا عمرة ما سيفعلون يوم القيامة؟ الذين فعلوا يعني الحجاج والمعتمرين شكلا صورة والذين أفتوا والذين أفتوا هؤلاء موقفهم صعب يوم القيامة خانوا الأمة خانوا الدين هؤلاء خانوا الأمة وخانوا الدين مين بيحكي اليوم؟ مين بيطلع من المرجعيات في الدول؟ من يسمون المرجعيات الدينية الرسمية العليا في البلاد؟ مين بيحكي بيقول هذا المسعى الجديد؟ لا يصح فيه السعي ليه؟ بيعملوا حسابات المواقف السياسية بيعملوا حسابات المواقف الكرسية لأنه إذا حكي بطيروا من الكرسي عرفتوا شو يعني؟ هذا الكرسي الذي دوخ كثيرا من الناس هذا الكرسي يلي بعض أدعياء المشيخة حيعملوا رقاصات لبعض الرؤساء يحلون لهم ما يشاءون يفتون لهم بما يريدون صاروا حمالين لنعالهم حيعملوا رقاصات مثل ما بيحكي لكم في واحد منهم صاير مثل كأنه مهرج إذا بتشوفوا على الفضائيات شو عم بيعمل وبمواقع النات شو عم بيعمل بس لا يرضي السياسيين والزعماء مهرج 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 يعني يمكن بعد شو حيخدوه يحطوه على حبل السيرك هؤلاء يدعون أنهم علماء ماذا سيفعلون يوم القيامة وقد أفسدوا على الناس حجهم وعمرتهم وحتى اللي عم بيروحوا هذا اللي عارفين أنه هذا المسعى الجديد منه معزور ما بيصح منك الحاج ما بتصح منك العمرة يا إمرأة يا أختي ما بيصح منك العمرة ولا الحاج إن كنت تسعوا في المسعى الجديد في شيء اسمه أحكام الدين السابتة في شيء اسمه إجماع في شيء اسمه نصوص في شيء اسمه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل الأمة وفعل العلماء والأئمة قاطبة كل الذين سعوا من الأئمة والعلماء والنبي والصحابة صلى الله عليه وسلم أين سعوا؟ في المسعى القديم شو اللي أقر الرسول عليه الصلاة والسلام مساحة المسعى القديم شو اللي أجمعت عليه الأمة مساحة المسعى القديم مساحة المسعى القديم اسمعوا ماذا قال الحطاب المالكي اسمعوا اسمعوا ماذا يقول يقول لو ترك من السعي قدر ذراع لزمه أن يعود إليه من بلده يعني اجع الحج جاء إلى الحج وإلى مكة وعمل المناسك وراح سعى وترك من مكان السعي قدر ذراع ورجع سفر عبلاده قال يلزمه أن يعود إليه من بلده اسمعوا شو بيقول الإمام الشافع رضي الله عنه يقول فيما رواه الحافظ النووي ونقله عن الشافع رحمة الله عليهما في كتابه المجموع اسمعوا ماذا قال فلو سعى في زقاق العطارين لم يجز أيام الشافع رضي الله عنه كان في سوق ملاصقا للمسعى ملاصقا للمسعى اسمه زقاق العطارين عم بيقول الشافع رضي الله عنه لو خرج من المسعى إلى سوق العطارين فأكمل أو سعى فيه يمكن خطوات أو جزء من السعي وين عملوا بسوق العطارين اللي هو ملاصق للمسعى شو بيقول الشافعي لم يجز يعني ما صح حجه لم يجز يعني ما صح السعي يعني لا يقبل منه إذا كان لم يصح السعي كيف يصح الحج وإذا كان الحطاب المالكي يقول لأجل زراع تركه من السعي يلزمه أن يعود من بلده طيب سؤال كيف بمن ترك كل السعي هذا ترك زراع يلزمه أن يعود كيف بمن ترك كل السعي بتقول لي يا شيخ كيف ترك كل السعي بيقول لك إيه لو سعى في الخرطوم بيكون أدى سعي الحج تقول لي لا بيقول لك شو الفرق أنه سعى في بقعة جديدة في مكة ليست هي المسعى سعى في بقعة جديدة ليست هي المسعى يعني لم يسعى يعني ما أدى السعي يعني ترك السعي بالمرة يعني ما صح منه الحج يعني زمتهما برئت يعني بيرجع بلاده والإحرام فوق رأسه بيروح وقال حملة خمس نجوم بيدفع عشر تلاف يورو وبيرجع بلاده وبيصوروه بعرفات وبيكبر الصورة على الإنترنت ويا مسكين يا مشحر يا معتر راجع بدون حج وبعدوا الإحرام فوق رقبته بيروحوا بيدفعوا خمسة عشر ألف دولار من أستراليا بيدفع مثلا سبع تلاف دولار من لبنان إذا كان مع حملة خمس نجوم أربعة تلاف دولار ثلاث تلاف دولار ألفين دولار هذا إذا عم نحكي قديما وإلى الآن عم تطلع الأسعار أربعة تلاف خمس تلاف ست تلاف حسب الحملات وحسب الدعايات وحسب أطباق الطعام التي توضع لهم لأنه في ناس شو بيخمنوا حالهم أنه رايحين ينزلوا بأصر الملك فهد عرفتوا كيف يعني شو اللي بيسحبهم النومي بالأوتيل على فرشة مثلا مترين وناص يعني سمكا سمك الفرشة مثلا أنه يعني الراحة اللي هي كأنه عايش بقصر الترويقة والغداء والعشاء والتسلاية والتحلاية والكازوز والعصير والحلو يعني أنت رايح تقعد بالفنادق وتمسح الأوتيلات من الأكل والشر وتبلعهم كلهم وجاية أنت عم بتقول لي جيد بدون ما تسعى في المسعى القديم شو عملت بحالك لو أكلت كل أكل المطاعم يلي هنيك لو كنت بلعت كل طعام المطاعم ومش نمت بفندق خمس نجوم نمت بفندق 11 نجمة ورجعت بدون سعي في المسعى القديم أنت فاشل أنت تائه أنت ضائع أنت مقصر الإحرام ما زال فوق رأسك منك حج يا من عملت صورة الحج ما تنبسط بالصورة والتياب البيضة ما تنبسط بالصورة والتياب البيضة بعدك ما صرت حج لأنك لم تسعى في المسعى القديم الذي سعى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وأجمعت عليه الأمة شو بيقولوا اليوم بعض الخرقة الحمقة شو بيقولوا قال نحن أردنا أن نخفف عن الحجيج شو هالكذاب أنت تخفف عنهم بترجعهم بدون حج لكن على زعمك قلهم يحجوا ببلادهم تقول لي كيف بيقولك عملت سعي جديد مسعى جديد شو الإشكال على زعمك عندك هو في الدين فيه إشكال أما عندك بيزعمك بهالتفكير الأعرج الأعمى الأعور الأعوج شو الإشكال عندك بيزعمك أيها المفتري المفتي الشيطان الدجال شو الإشكال عندك إذا كان أهل لبنان سعوا بكورنيش المزرعة فيه خطين روحة رجعة بيرجعوا أهل لبنان كلهم بيعملوا السعي بكورنيش المزرعة لأنه بتقول لي هدا منهم مسعى بقولك وهداك الجديد منهم المسعى وإنت عبتقول أصدك تخفف عنهم يقولون رجعوا اسعوا ببلادكم على زعمك هل يصح؟ بتقول لي لا وبقولك زاكا لا يصح أصدك تخفف عن الحجاج بتقوم بترجعهم دركب محملين بدون حج عبلادهم يعني أنت شيطان يعني أنت محرف يعني أنت مزور للشريعة والأحكام بتقول لي أردنا أن نخدم الحاج خدمة الحاج شرف لنا لك أي شرف هذا؟ أنت ارتكبت وزرا خبسا ملعنة فسقا فجورا يعني جبال من الظلام والظلمات تنزل على قلبك وعلى وجهك أيها المنحوس يا من حرفت الشريعة بتقول روحوا اسعوا بالمسعى الجديد يقولون روحوا اسعوا بشارع بغداد بالشيم فيه شارع اسمه شارع بغداد وكمان فيه خط والخط اللي ورا منه كمان قولون روحوا اسعوا بشارع فلسطين في الخرطوم أو في بغداد في بغداد فيه شارع اسمه شارع فلسطين بيمشي الحال؟ ما بيمشي الحال؟ طيب سؤال تاني لو أنهم عملوا لكم أيها الحجاج أيها الحجاج أيها الحجيج لو عملوا لكم مجسم كعبة واحد بجدة وواحد بالمدينة وبحجة التخفيف عن الحجاج قالوا مثلا كل من في المدينة يعمل الطواف حول هذا المجسم للكعبة في المدينة كل الذين في جدة من الحجيج يعملوا الطواف في جدة بيمشي الحال تقول لا هدي منا كعبة وهذا المسعى الجديد منا مسعة وهذا المسعى الجديد منا مسعة إذن شفتوا شو عملوا بالناس خربول بيوتهم أفسدوا عليهم حجهم وعمرتهم شو بيقولك أدى الواجبات واجتنب المحرمات لقوا بيعملوا له استقبال ونوبة وعراضة ودبح خواريف شو هالحالة هدي كل هذا للجهل كل هذا للجهل حسبنا الله ونعم الوكيل إذن أدى الواجبات واجتنب المحرمات هذا مع العلم شفتوا كيف هذا مع العلم فإذن هول المشيخ الفراعنة بتياب مشيخ طريقة المناسف هؤلاء يقال لهم إذا كان على زعمكم بتكون تخدموا الحجيج وتخففوا الزحمة كان فيكن فوق المسعة القديم تعملوا عشر طويبئ نفس المكان فوق المسعة القديم بمصاعد عملاقة ضخمة عالية التقنية والحماية مبردة بيطلعوا الناس على الطويبئ بيسعوا فيها وبينزلوا بالمصاعد وبفلوا فوق المسعة القديم كان بيمشي الحال كيف عاملين طواف حول الكعبة والطابق الأول والطابق الثاني وعى السطح حول الكعبة السعي كان بينعمل طويبئ فوق السعي القديم نفس المكان نفس المساحة والمسافة اللي هي تقريبا تقريبا خمسة وتلاتين ذراع مش خمسة وتلاتين متر مش خمسة وتلاتين متر يمكن المساحة الجديدة اللي زادوها هلأ أربعين متر لحالها لعلها تكون بهذا إذن إذا كان المسعة القديم كله يتعرضه زهابا وإيابا ما بين الزاهب إلى الصفة والعائد إلى المروى يمكن قريب الخمسة وتلاتين ذراع يعني الذراع اليدوي مش الزراع الحديدة طيب يعني بعض المؤرخين ضبط بالأشبار بالأشبار بالأزرع بحجم الأصابع بعرض الأصابع المسألة من فوضى علمائنا علماء الدين ضبطوا كل ذلك وعندنا التواريخ والكتب والخرائط القديمة والجديدة وبعض إخواننا السنين الماضية عملو لكم خرايط المسعى القديم ومسيحته والمسعى الجديد مع الأسهم لكل المسافة الجديدة التي بنيت وكيف أدخلت في المسعى ونزلت على النات والإنترنت هلأ إذا بتفوتوا بتعملوا بحث بتشوفوها يعني إخواننا عم بيخدموا عم بيأضموا الحق والصواب للناس فإذن اليوم الإنسان لو بده فعلا يخدم الحجيج كان بيترك المسعى كما هو بالعرض الحقيقي تاع المسعى فوقه بيبني طوابق عديدة بالاحتياطات الأمنية والهندسية إلى أبعد حدود وأهلا وسهلا ما كان صار كلها الضرر ولا كلها الإفساد ولا كلها الخراب ولا كلها الدمار المعنوي فإذن رأيتم لابد من العلم هذا مثال هلا أنا عن بعضي قل أدى الواجبات واجتنب المحرمات هي منا كلمة قلناها ومشينا وصرنا أتقياء لا بدي يكون عمليا تطبيقيا تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات أدى في نسوين اليوم مغفلات تتظن بحالة تقوى والولاية والصلاح والمتهجدة الخاشعة تالية القرآن في الليل الباكية في السجود تغتسل وبتتوضى وهي يمتلي إصابيعها العشرين بالمناكير كيف أدت الواجبات هذه؟ كيف أدت الواجبات؟ هذه جاهلة مغفلة لما تجي بتحط حائل مانع طلاء غليظ اسميك يمنع من وصول الماء إلى العضو المغسول عشرين ضفر هذا إذا ما كان عندها شي ثلاثة زيادة بإجرية مثلا أو إيديها بيصيروا 23 ضفر فالحاصل هذه المرأة ما صح غسلها ولا صح وضوءها ليه؟ إذا كان عليها حدث أصغر أو حدث أكبر أليس من شروط صحة الغسل تعميم جميع البدن بشرا وشعرا بالماء المطهر؟ هذا من شروط صحة الغسل طيب سؤال لما إجت حطت المناكير على عشر أضافير أو عشرين شو بيكون عملية؟ صار في عندها مساحة من جسمها مسافة كمية مقدار من جسمها ما وصله الماء لا في الغسل ولا في الوضوء إذا كان عليها حدث أكبر يعني بعده غسلها ما تم ما اكتمل يعني ما بتروح بتقول أنا رفعت الحدث الأكبر بتحمل المصحف وبتقرأ ما بتروح عزاعة ما بتصلي لأن غسلها منه صحيح ما بتمكن زوجة يدخل عليها لأنه من بعد ما تخلص من الحيض بدا تغتسل بدي يكون الغسل صحيح ما بيجي معها وهي بعد ولم تغتسل من الحيض طيب شو بدا تعمل بدا تشحط وتأحف وتأحف كل هالبوية وكل هالمنكير الطلاء عن أضافيرها وتغسل هذه المواضع وتغسل هذه المواضع أما في الوضوء بدا تراعي مسألة شو الترتيب ترتيب يعني غسل الأعضاء في ترتيب أركان الأعضاء في مذهب الإمام الشافعي هذا إذا كان وضوءا عن مذهب الشافعي يعني بتراعي مسألة الترتيب فالحاصل بدأ تشيل المناكير لأنه طلاء يعني يمنع من وصول الماء إلى العضو المغسول اسمعوا معي لو واحدة اجت لبست براسها مثلا هذا الشيء اللي بيلبسوه بعض النسوين لما بيغتسله واغتسلت من رأبتها ونزول من الجنابة من الحيض من النفاس من الجماع هل هذه بصح غسلها؟ شو بقي مسافة؟ ليه راسها ما غسلتها وكمينة ضافيرها ما وصلها الماء فلا يصح الغسل لا يصح لا يصح الوضوء لو إجا إنسان جاهل قال بيحجت إنه هو بالشتوية بيخاف من البرد وعليه جنابة فاغتسل من رأبته ونزول قال بشأن ما يقرب يا أخي اغتسل قبل ما تظهر من بيتك بساعتين اغتسل قبل ما تظهر من بيتك بأربع ساعات مين قالك حتقرب لف راسك والبيس وسمك وراعي وضعك الصحة لكن وضعك الديني والعبادات أولى وأهم لماذا لا تراعي مسألة الطهارة الغسل الصحيح إنه بتترك الغسل وبشين ما تقرب ووقت اللي يكون عندك ما تشفى تبول بتروح بتلعب ثلاث ساعات أنت وعرقان وتحت الشتاء والبرد ولبس بانطلون أصير وكنزة أو فانيلا أو ما شابه صارت كلها مي وعرق هون ما بيراعي أما بأمر الصلاة والغسل شو بيقول بشين ما أمرض الله أكبر هذه القلوب القاسية الغافلة هذه القلوب التي اسودت وقستت وقست وفسدت وقست وفسدت بسبب شو؟ بسبب الزنوب والجهل بسبب الجهل بسبب الابتعاد عن علم الدين بتشوفوه بالفطبول ثلاث ساعات تحت المطر وغرقان بالوحل اللي ركبه ولما بيركد وراء الطابق بيشحط بالأرض وبيزحط مترين ثلاثة وبيلم الوحل بيتمه وبوجه ما فرقاني معه أما غسل ووضوء وصلة بتشوفوه على زعمه بيكذب على حاله يكذب على نفسه نفسه خبيثة هذا الجزء تركه كله ما صح غسله اغتسل ونام يا أخي اغتسل ونام مين قالك تغتسل وتظهر؟ المهم يكون غسلك صحيح مشان تكون صلاتك صحيحة أدى الواجبات واجتنب المحرمات أدى فيه ناس اليوم في الشتاء لا يراعون مسألة غسل المرفق في الوضوء بيصير بيقولك بردان خاصة اللي بيجوا على المساجد بيكون لابس فنالة طويلة وفوق الفنالة أميس وفوق الأميس كنزة وفوق الكنزة جاكات وفوق الجاكات كبوت بيجي بيفوت على الوضوء وبسرعة أقيمة الصلاة بيشد 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 بيوصلوا تيابه لهون شو بوي مغطى المرفق وجزء مما قبل المرفق أيضا إلى جهة الكف أو إلى جهة الكف بيبقى جزء من تحت من هون والمرفق مغطى بيغسل من هون إلى الأصابع هاي دي المسافة كل ياتة ما وصلها الماء ما صح وضوءه ما صح وضوءه يعني ما بتصح منه الصلاة الطهارة مفتاح الصلاة الطهارة مفتاح الصلاة أدي في جهلاء اليوم بيجو ركد على الجامع بيحط إجروا تحت الحنفية بيشيلها ولم يصل الماء إلى كل القدم مع غسل الكعبين العضمتين الناتئتين يعني من الجهتين هاي اللي هي بين القدم والساق هولا العضمتين الكعبين مش العقب إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى شخصا في السفر كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعضهم سبق النبي إلى الماء وبدأوا يتوضأ وصل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عقب أحد هؤلاء الناس لمعة لمعة في عقبه ناشفة المع يعني ما وصلها الماء انتبه يعني قدر صغير شوي يعني يمكن يكون مثلا بقدر حبة العنب أو أصغر يمكن يمكن حبة العنب المتوسطة أو الصغيرة ما وصلها الماء غضب الرسول غضب صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار ويل للأعقاب من النار طيب كيف اللي بيترك العقب كله كيف اللي بيترك الكعبين كيف اللي بيترك ظاهر القدم كيف اللي بيترك القدم من تحت ما وصلها الماء مستعجل بيفوت اجروا شوي تحت الحنفي وبيشيلها وبيركض على الصف لأنه قامت الجماعة لا يا أخي بد يكون وضوءك صحيح يا أخي قبل أن تدخل في الصلاة لابد يكون وضوءك صحيح إذا عجلت وأسرعت وادركبت على الدرج ولحقت الصف الأول وورى الإمام فإن سد قبل أن تصل فوقفت إلى يمين الإمام كل هذا لا يجعل صلاتك صحيحة أو مقبولة لا صحيحة ولا مقبولة إن كان وضوءك فاسدا إن كان وضوءك فاسدا لم يصح لم يصح شو بتعمل مش لو قفت وورى الإمام لو التصقت بالإمام شو بيعمل لك يعني شو بيعمل لك وضوءك من صحيح فصليتك من صحيحة لو كنت ملاصقا للكعبة لو صليت بقلب الكعبة صورة ووضوءك من صحيح ما صحت منك الصلاة الله ماذا قال في القرآن اسمعوا هذه الآية فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يا أخي قف عند هذه الآية ويحب المتطهرين أنت طهارتك من صحيحة وضوءك من صحيح غسلك من الجنابة ليس صحيحا أنت ركت رأسك ولم توصل إليه الماء بدك تعمم كل البدن بشرا وشعرا بالماء المطهر طيب لما بتجي أنت بتترك الوضوء الصحيح لو رحت وقفت على زعمك بالصف من الأول وأدركت الجماعة من أولها عند الله ما قبله ولا صحة فما تدحك على حالك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الطهور شطر الإيمان الطهور شطر الإيمان وارجع للحديث رجع ويل للأعقاب من النار ويقول يا أخي إذا كان هذا المقدار قدر لمعة قدر لمعة لم يصله الماء قال ويل للأعقاب من النار كيف بمن يترك رأسه أو تترك رأسها أو عشرين ضفر أو عشر ضافير لا توصل إليها الماء في غسل الجنابة في الغسل الواجب شو عم تعملوا بحالكم تؤذون أنفسكم تعصون ربكم تهلكون أنفسكم لا تصح منكم الصلوات بهذه الحالة عم بيقول يؤدي الواجبات طيب بدك تتعلم لتعرف كيف تؤدي الواجبات تؤدي الواجبات وتجتنب المحرمات لما يكون أنت بدون علم جاي عامل لحالك من الأدقياء الصالحين وأنت تأكل الربا كيف اجتنب المحرمات بيكون رايح على الحج 17 مرة على الحج 17 مرة وعلى العمره 41 مرة والمسبحة ما بتنزل من إيده وشي بتلحيته قبل ما تصير لحية كانت سكسوكة بيضة ورايح جاي على الجامع والفجر بيقعد بالجامع بيبكي وما بيخلي مقام إلا بيزوره وبكل مولد بيقعد بيطرأوص وإذا بتحط له سطل تحت عيونه بيعبيه دمع قد يقال شو هدا بدون علم ليه ما بيعرف يغتسل ما بيعرف يتوضأ ما بيعرف يصلي ما بيعرف يحج بروح بيصعب المسعى الجديد بيجي بيأكل الربا بيجي بيأكل الربا والله لو بيبقى سبع تلاف سنة على الحال ما بيصير تقي لا يصير تقيا هذا محرف للأحكام ما أدى الواجبات بل هو عاص لله عاص للرحمن هذا يرضي الشيطان ويخالف أوامر الرحمن شوفوا حج كل مسيجد البلد بتعرفه وبيأكل الربا وبيشتغل بالربا ويقرد بالربا ويطعم الربا ويأكل الربا ورب العالمين ماذا قال في القرآن اسمعوا هذه الآية يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين يعني إن كنتم مؤمنين كاملين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله يا حج يا حج يا أبو لحي بيضة يا من زاهب إلى الحج والعمر يا من تقضي أوقاتك في المساجد والموالد وعم تأكل الربا سمع الله يقول في القرآن الكريم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله حرب من الله عليك أنت تقدر تتحمل هذه الحرب يا ضعيف يا عاجز مصرياتك ماهن الأصل صيتك وسمعتك بالبلد ماهي الأساس لا ما بتقدر تتحمل مرض صداع مغص كيف عذاب جهنم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون يسمعوا اللي بيأكلوا الربا يسمعوا اللي بيأكلوا الربا وقديك أننا نحكي قبل أزمة البنوك قديك أننا نحكي على المنابر وبالدروس بعض الناس شو يقولوا لنا يا شيخ ليش بعد في حدا ما حاطت مصرياته بالبنك بعد في حدا وكتار شوفوا اليوم شو عم بيصير فيهن مناش مات القصة لا بس واحد بيأخذ موعظة وعبرة بيتذكر بيتفكر بيتدبر بيعتبر حتى ما يأكل الكف مرتين والسحسوح أربع مرات اتطعزوا واعتبروا وين مصرياتكم اليوم؟ الفقير ما عنده بيشتغل بيأكل أما الغني المحروم من مصرياته الممنوع من أمواله اللي بيلعيته البنوك ومسكر عليها البنوك وبيشحدوه وبيوقف مثل الزليل على البنك وهذا ليس شماتة بهم؟ لا لكن هذا واقع بيحصل اليوم نحن نتأسف عليهم بنزعل عليهم ليه؟ لأنهم بذلك تحترق أعصابهم وقلوبهم وبيمرضوا وبيتشمشطوا وبيتعبوا وبيحزنوا وبيزعلوا ها؟ كم يتأزون ونحن لا نتمنى لهم ذلك ولا نفرح لهم حاشة بل نسأل الله أن يفرج الكرب نسأل الله أن يفرج فهذا اللي ممنوع من مصرياته ويكلين عليه مصرياته وعنده مثلا مليون دولار بالبنك وبيعطوه بالأطارة هذا أديك كم يتمزق قلبه؟ هذا من ناحية حزنه أشد من حزن الفقير من ناحية حزنه يكون أشد وأصعب من حزن الفقير لذلك الربا شؤم الربا خبس الربا ملعنة الربا عمل يحبه الشيطان الربا عمل يغضب الرحمن الربا خبس وملعنة والزكاة نماء ومطهرة شوفوا الفرق والزكاة نماء ومطهرة واشتنب المحرمات كيف عم بيكون الربا واشتنب المحرمات أدى الواجبات؟ هل ذكرنا الزكاة؟ أديت الزكاة؟ يقول لك لا أنا عم فكر بلك صار معنا شيء أكتر وأصعب فعم بخب المصريات لبعدين وقد وجبت عليه الزكاة صار خبيثا ملعونا منع الزكاة صار من أهل الفسق والفجور ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ملعون عند الله يا مانع الزكاة إن كنت حج أو كنت شيخ أبو لفه إذا كنت مانع الزكاة فأنت خبيث إذا كنت مانع الزكاة لعنات الله تنزل عليك إذا كنت مانعا للزكاة الزكاة هدي بيكون شلت من درب الفقراء اللي هو هدى الميل من حقوقهم لأنها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم يعني المسلمين لما أنت أيها الغني خايف بعد أن الأزمة تكبر وتمتد فعب تمنع الزكاة يعرف أنك صرت ملعون ويمكن بمنعك للزكاة يمحق كل ما عندك من المال ومش بس هيك الله أعلم ماذا ينزل عليك وعلى رأسك الله أعلم إن كانت تبلعك الأرض تنزل عليك الصواعق الله أعلم إذا بيموت أولادك بحياتك وبيحطر قلبك ومنعك للزكاة أشد من ذلك ليه؟ إذا ميت أولادك واصبرت إلك أجر أما إذا نعت الزكاة صرت عند الله ملعون شفت كيف؟ هذا المخياس اللي بيفهمه إذا ميت أولادك وأنت مسلم صبرت أجرك عظيم كبير اللي بيموت ابنه وبيصبر وما بيعصي رب العالمين بسبب هذه المصيبة الله يعطيه الجنة يا سلام طيب خلي أولادك كلهم عايشين بحضنك و17 ولد وعاشوا 60 سنة معك وأنت مانع الزكاة أنت ملعون عند الله أنت خبيث فاسق أنت ضيعت حق الله وحق العباد شفت كيف؟ أدى الواجبات لاحظت كلمة بس أنه قلناها وصرنا أطقياء لا بالعمل تؤدي الواجبات عمليا تطبيقيا مع العلم على الوجه الذي أمر به الشرع وتجتنب المحرمات كم وكم من الناس اليوم يشربون الخمر وهن الحج الحج والحجة تشوفوهم بالأفلام وبالمسلسلات وللأسف محجبات مش للأسف أنه متحجبات للأسف عم يشربوا خمر بتشوفهم ملتحين وبس يقزين بيقوموا من القهوة بيروحوا على الجامع حلو أنه يصل وفرض عليهم يصلوا الصلوات الواجبة المفروضة ما عبنقول يتركوا الصلة لا بس عبنقول الخزي والخبز والملعنة في شرب الخمر تعرفوا ماذا ورد في وعيد شارب الخمر روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا انتبهوا من مات شاربا للخمر يعني بلا توبة مات كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال قيل وما طينة الخبال يا رسول الله قال عصارة جلود أهل النار وين؟ في جهنم لما بيشربوا الخمر وبيسكروا بيصيروا مثل البهائم بالشوارع في بعض الأماكن لما بيخمروا وبيسكروا بعضهم والعياذ بالله السفهاء الماجنين الساقطين المنحطين المنحلين بيبولوا على بعض بيضغوطوا على بعض يقعون في الزنا في العربدة وهم يضحكون ويلعبون يضحكون ويلعبون بيشرب الخمر بيسكر بيأتي واحد بالطريق بيلبسوا سطل الزبالة براسه صار أضحوكة للناس بيأتي الثاني بوقية لبنة عليه شوية حرب بيلزقوا إياها بوجه بيأتي الثالث بشنجله بشاطه ببنطلونه حبل بيربطه بالعاموب بيمشي بده يمشي بيتفرك عشي بيقع بطب الأرض بيضحكوا عليه الأولاد الصغار هذا الذي يشرب الخمر يصير ألعوبة أضحوكة بتقول لي قليل بدون ما أسكر بقول لك كبيرة قال صلى الله عليه وسلم ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام الفرق مقدار كبير طيب بروايتين يلي الحديث أو بحديث آخر ما أسكر كثيره فقليله حرام لاحظ قليله يعني لو كان لا يسكر طيب أقل من هي لو حط مع الأصغيرة بـ 12 كيلو مقاني نلمبيت صار حراما هذا بيسكر شيء؟ لا بيسكر لا يسكر حط مع الأصغيرة بـ 20 كيلو بفتيك من المبيت من الخمر حط مع الأصغيرة بـ برميل شوكلاة مثلا وبعدين عمل وأويلب أو حبيت صار حراما مع أنه هذا لا يسكر واضح؟ بقالب القاتو حطه شوي صغيرة حرام ما أسكر كثيره فقليله حرام إذن لما بتقول أدى الواجبات واجتنب المحرمات هذا يحتاج فيه للعلم لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أدى في ناس اليوم بيدعوا التقوى يدعون التقوى يدعون الصلاح بتشوفهم في المطارات والقطارات والفنادق والأعراس والمطاعم والمقاهي وهون 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 يأكلون اللحم من غير سؤال إن كان الغنم البقر الحميم العصافير الجيج الإبل من غير أن يسألوا هل ذبحه من تحل زبيحته أم لا بالصعق الكهربائي خنق وقتل بالماء الساخن أو ذبحه مرتد أو زبحه بوزي وسني زبحه بوزي وسني الله ماذا قال في القرآن إلا ما ذكيتم هذا الاستثناء في أن ذبيحة المسلم حلال وفي الآية وفي آية أخرى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قال ابن عباس أي ذبائح اليهود والنصارى هذا الاستثناء في القرآن وانتبه هذا مش معناته أنه دين حق ولا معناته أنه دين صحيح لا لكن الله تعالى أباح لنا أن نأكل من زبائحهم ليه؟ لأنهم يزبحون زبحا صحيحا وهم ينتسبون انتسابا للكتاب زبح صحيح مع انتسابهم انتسابا للكتاب فإذن هذا الاستثناء وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم مش الرسول عليه السلام أكل من الشات التي قدمتها له زينب اليهودية في خيبر بل الرسول أكل صلى الله عليه وسلم وهي زينب هيد اليهودي هي ذبحتها ثم طبختها ووضعت فيها السم وقدمتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم طيب هذا الاستثناء هو اللي بيجوز تيكل من دبيحتهم كل البائمة بيجوز كل من تبقى وسنيين بوزيين مرتدين أديان يعني سيخ هندوس كل هذا لا يصح ولا يجوز بيحطوله الأكل بلحظة واحدة نسف الجاط بيك يا أخي كيف لحقت تيكلهم وقبل ما تيكلهم اسألت قبل ما تيكلهم اسألت بيقول لك جعان جعان طيب والقبر والدود اللي حيطلع من بطنك يمكن وهالبطن الذي جعلته مدفنا للبهائم عامل أبره عامل بطنه مثل المقبرة للبهائم لا يرد بهيمة ما بيرد فطيصه كل شي بينحط قدامه بيبلعه بيفوته على بطنه كأنه عامل بطنه مدفن للبهائم حسبنا الله ونعم الوكيل اتذكروا أن القبر الذي سنوضع فيه إن وضعنا بعد ثلاثة أيام من دفنك هذا البطن في الغالب إلا من حفظهم الله ينتن ينتفخ يتفجر يتعفن يدود وشوفوا العجيب الغرايب فعن شو مثل ما قلنا بالبداية لما حكينا عن مفاتي الشياطين اللي حرفوا الأحكام صار قطر بطنه وضخامة بطنه بده يسيبه تحت منه ليمشي قدامه لا 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 مش العبرة هيك كل بالحلال ما بنحكي كل السمك ما بنحكي كل كل يوم خاروف مدفوح بالحلال مين بده يحاكيك لكن لماذا تأكل الحرام والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به فالنار أولى به والرسول عليه السلام سئل سأله بعض الصحابة عن الصيد يراه فيرسل سهمه إليه قال فيغيب عنه فأراه قد غرق في الماء لاحظ صاب الصيد بالسهم يعني السهم دخل في الطير لكن غاب هيدا الطير عن الصياد بعدين شايفه غرقان بالماء وقد غرق في الماء ماذا قال الرسول سمع وانتبه واحفظ قال لا تأكل فإنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء صار فيه شك يمكن نزل حي غرق بالماء اختنق فمات صار فيه شك لذلك نقل العلماء أن أكل الميتة في القرآن حرمت عليكم الميتة والدم في القرآن العلماء بيقولوا أكل الميتة واللحم المشكوك فيه أو ذبحه من لا تحل ذبيحته هذا من الكبائر كلمة شهوة بطنك شو عم تعمل بحالك شو عم تعمل بحالك طيب أدى الواجبات واشتنب المحرمات لما بيأكل الفطايص مش الفطاير فطايص كيف بيكون اجتنب المحرمات مذكرين من سنتين والسن الماضي وقت لضجة كل وسائل الإعلام بملاحم بلبنان في لحم دود وجرادين وصراصير ومعفن وقرف وجي وألعطة وعم بيطعموه للناس وعم بيوزعوه للناس مبارح سمعتوا بالأخبار بنشرة الليل بالكمية اللي اجت داخرة شو فيها هيدا الهامبرغر سمعتوا شو فيها قال قد تعمل إجهاد للنساء الحوامل هذي مبارح 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 ارجعوا على نشرة مبارح الساعة 11 ومص بالليل قال قد تعمل إجهاد مش بس هي قد تعمل تسمم وإسهال لبعض الناس مع شو ريك دين الأكل كتير وإلى الآن بعد ما حصلت مجاعة حقيقية ولما بتحصل مجاعة حقيقية كله الأعشاب كله الشجر الأنهار الآبار شو صاير عليكم من هلأ عم تاكلوا جيف هلأ عم تاكلوا جيف لك هلأ عم تاكلوا جيف حكي لي واحد من أهالي زقاء البلاط عمره فوق المئة سنة الحج أنيس أنا سألته قلت له حكي لي عن أعجب شغلي شفت بحياتك قال لي كنا بالحرب العالمية وإيام سفر برلك كنا نشوف الكبار يروحوا على البعر طبع البقر والأحصنة والخيل يلي عب يمروا الجنود والعساكر على الخيل اللحصان تعرفوا يخرج منه البراز قال لي نشوفه نروح وفتشه بالروس بالبراز بالبراز بالروس تاع الأحصنة تاع البقر تاع الحمير نفتش على حبيت الشعير قال لي ونغسلها ونأكلها ويغسلوها ويأكلوها لاحظتم طيب اليوم بكلها النعم والنعيم عم تاكلوا جيف إذا كانوا يشيلوها من البعر ومن الروس والبراز ويغسلوها أنتوا اليوم كيف عم تأكلوا هذه الميتة كيف تأكلون هذه الميتة اذهبوا وانظروا ماذا قال القرافي المالكي انظروا في الآيات انظروا في الأحاديث طيب شو عم نقول أدى الواجبات والشنب المحرمات هي كلمة بس أنه لبسنا الجبة والطائية أو حملنا المسبحة أو ربينا لحية ورحنا على الجيمة وجينا من العمرة صار الويح التقي لا والله علم وعمل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وقال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم الآن أريكم شيئا مما درجنا على إظهاره لكم من أيام وقبل أيام هذا تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي للإمام يعني الأصل السبكي بعدين التشنيف لبدر الدين الزركشي هذا المجلد الرابع صحيفة سمعوا وانتبهوا معي صحيفة 648 ينفي عن الله الجسمية وبيحكي كلام حلو بيقول وزاده بسطة في العلم والجسم فدل على أن الجسم قد يزيد على جسم آخر وذلك لأجل التآليف والاجتماع وكسرة الأجزاء وذلك مستحيلة في حق الباري بيحكي كلام حلو إلى أن يصل اسمعوا ماذا يقول يقول ونقل صاحب الخصال من الحنابلة عن أحمد أنه قال من قال جسم يعني عن الله من قال جسم لاك الأجسام كفر هذا مين إمام من أئمة أهل السنة من أئمة السلف صديق إمام في الحديث والسنة أحمد بن حنبل يقول من قال الله جسم لاك الأجسام كفر بيرجع بحزر من عبارة تنسب للأشعر ونقل عن الأشعرية عن الأشاعرة ونقل عن الأشعرية أنه يفسق وهذا النقل عن الأشعرية ليس بصحيح لأن الأشاعر يكفرون من قال في حق الله بأنه جسم وهذا أريناكم فيه مؤلفات كثيرة ونقول الإجماع هذا قول الإمام أحمد عن أحمد أنه قال من قال جسم أي عن الله لاك الأجسام كفر هذه اللفظة هنا وهذا الكتاب وهذا إمام من أئمة أهل السنة والجماعة والحمد لله رب العالمين حفظكم الله ورعاكم لطف بكم في الدارين صرف عنكم ما أهمكم الله يشفيكم ويشفي مرضانا وكل المسلمين اللهم الطف بهم يا ربنا وارفع عنهم البلاء والأوبئة والأسقام اللهم احفظهم ونجيهم والطف بهم وارزقهم رزقا حلالا واسعا طيبا مباركا فيه اللهم ربنا إله نختم لنا بكامل الإيمان اللهم اجعلنا أنصارا لدينك وقافين عند حدود شرعك يا رب العالمين اللهم ربنا إلهنا مولانا وفقنا لكل خير واحفظنا من كل شر اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وأولادنا وآخرتنا اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعازك منه عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك التقوى والصلاح في الدنيا والاستقامة والكرامة في الآخرة اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين واكتبنا في عبادك الصالحين واجعلنا في أعلى عليين اللهم اجعلنا على منابر من نور في ظل العرش يوم القيامة فرحين آمنين مطمئنين مسرورين واجعلنا يا ربنا في أعلى عليين مع النبيين والشهداء والصديقين والصالحين واجعلنا يا ربنا يا إلهنا خداما لدينك إلى الممات سبتنا على السنة على عقيدة الأشاعر والما تريدية على حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى حب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والأولياء والصالحين إلى الممات وأمتنا على ذلك وابعثنا على ذلك واختم لنا بالخير والهدى واحفظنا وأهلنا وأولادنا ومزق أعداءنا وأهلك الذين يشوشون علينا واجعل كيدهم في أكبادهم ونحورهم وعيونهم لا تمكنهم منا ولا من دعوتنا اجعلهم عبرة للمعتبرين فتت أكبادهم يا رب العالمين فإنهم حرب على دعوة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا نبيك في هذه الليلة وأمدنا بمدده وانفعنا ببركاته وأسراره وأنواره وعطف قلبه علينا وداونا بنظرة منه وألهمه أن ينظر إلينا يا رب العالمين بحرمة القرآن الكريم بحق أسمائك الحسنى والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسر الفاتحة